هل تعلم أن هناك اختبارات خفية تستخدمها النساء لاختبار الرجال، فالنساء يختبرنك لمعرفة ما إذا كنت خياراً جيداً، فهذا الاختبار هو جزء من استراتيجية الانتقاء التي تستخدمها النساء دائماً. فما يجب على الرجال فهمه هو أن هذه الاختبارات تحدث على مستوى لاوعي، لن تسألك المرأة بشكل مباشر إذا كنت خياراً جيداً أو إذا كنت واثقاً بنفسك، ولكنها ستقوم بتقييم سلوكك. في هذا الفيديو سأخبرك بكيفية اختبار النساء لك كرجل، وكيف يمكنك اجتياز هذه الاختبارات، تابع معنا حتى النهاية، لأنه إذا استطعت التعرف على هذه الاختبارات واجتيازها، فإن اهتمام المرأة بك سيزداد بشكل أكبر، وفي نهاية الفيديو سأخبرك باختبار ماكر للغاية، يجب أن لا تفوته. إن لم تضغط بعد على زر الإعجاب أو الاشتراك، فإني أذكرك بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ولا تنسى أن تترك لي في التعاليق رأيك حول هذا الموضوع، ادعمنا الآن مادياً بانتسابك لقناتي كن غنياً من خلال الضغط على زر الانتساب أو الرابط الموجود بالوصف. أضف لنا معلومات أخرى إن كنت تعرفها ليستفيد الجميع بإذن الله، كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائماً في صندوق الوصف، وفي أول تعليق لنواصل. أولاً صعبة المنال. بالنسبة لمعظم النساء عادة يبدأ اللاعب بجدية مع بعض المغازلة، مما سيظهر لك أنها مهتمة قد تتناول بعض المشروبات وقد تجعلها تضحك، فيبدو أن كل شيء يسير على ما يرام، ثم فجأة تفقد الاهتمام وتتفحص هاتفها أو تتحدث إلى شخص آخر قريب منك، وكل ذلك يستبعدك من المحادثة. هذا كله جزء من الاختبار، حيث يبدأ المبتدأ عديم الخبرة في التصرف بشكل متشبث، ويحاول جاهداً استعادة عاطفتها. في أسوأ السيناريوهات، سيذهب المبتدأ إلى حد الغضب، أو حتى ترك الموعد تماماً، هذه هي الطريقة التي تفشل بها في الاختبار بنجاح. ولكن كيف تجتاز الاختبار بجدية؟ الأمر بسيط، لا تدع ذلك يزعجك. من المهم أن تتذكر أنك لا تطارد النساء، فهذا لا يجعلك تبدو يائساً فحسب، ليظهر أيضاً عدم ثقتك بنفسك. تخيل، لو أن كل شيء يسير على ما يرام، ثم تقوم فجأة بتجاهلك. عندما يحدث هذا، اذهب وتحدث إلى امرأة أخرى، ولا تكترث لأي شيء. إذا كانت تختبرك حقاً، فمن المحتمل جداً أن تعود إليك. ثانياً، اختبار القيادة. أراهن أن 99% من الرجال ليس لديهم أدنى فكرة أن هذا اختبار. في الواقع، الفتيات لا يفعلن هذا بوعي تام، لأن من طبيعتهم أن يخضعوا للرجل الذي لديه قرارات حاسمة. ولكن هنا، كيف ستسير الأمور يا ترى؟ إن النساء غالباً ما يمتنعن عن اتخاذ المبادرة أو القرار. إذا سألتها أين تريدين الذهاب لتناول الطعام، ستجيبك بأنها لا تعلم أي مكان تراه مناسب. إذا طلبت منها الخروج في موعد، وسألتها عن المكان الذي ستذهبان إليه، فقد تجيبك بأنها ستفكر في الأمر، أو ستخبرك لاحقاً. هذه أمثلة بسيطة، ولكن في الواقع سيتعين عليك كرجل دائماً أن تكون هو من يتخذ القرارات. النقطة المهمة هي أن النساء غالباً ما يتجنبن أخذ زمام المبادرة أو القرارات، وينظرن إلى ما تفعله. هل تقف وتكون القائد الذي تريدك أن تكونه؟ أم أنك ستتصرف بشكل غير حاسم؟ إذا اخترت تحمل المسؤولية والقيادة، فسوف يثيرها ذلك، وستعرف أنها ستكون آمنة وسعيدة معك، بل وستكون أنت المفضل لها، لأنك تظهر الشجاعة والإيمان بقراراتك حتى لو كانت خطأ، فستستطيع إصلاحها في النهاية. ولكن إذا اخترت الخيار الثاني ولم تتخذ أي مبادرة، فسوف تفقد المرأة الاهتمام والإيمان بك، وسوف تضعك في منطقة الأصدقاء إلى الأبد. ثالثاً فخ الغيرة، هذا من أخبث ما تفعله المرأة، الهدف من هذا الاختبار هو معرفة ما إذا كنت من النوع الغيور، لذا في هذا الاختبار قد تتحدث الفتاة معك عن شباب آخرين، وقد تغازل رجلاً بينما يمكنك رؤيته قد تلفت انتباهك إلى عدد الرجال الذين يطلبون منها الزواج أو يغازلونها. في الأساس، ستحاول الإشارة إليك بأن لديك منافسة، وأنها امرأة مطلوبة، ولديها أكثر من خيار. إذا كما قد تتوقع هذه الأشياء أكثر من كافية لإثارة قلق معظم الرجال، يدخل معظمهم في حالة النفور من الخسارة عندما يحدث ذلك، ويحاولون قدر الإمكان عدم خسارة المرأة. بعض التحركات النموذجية التي أرى بعض الرجال يقومون بها خلال هذا السيناريو، هو التحدث بالسوء عن الأشخاص الذين تتحدث عنهم أو تتفاعل معهم، كما أنهم يسلطون الضوء على إنجازاتهم وأشيائهم الخاصة لزيادة مكانتهم، يثبتون لها أنهم يستحقون ذلك، بل ويمطرون المرأة بالمجاملات، ويأملون في الفوز بها، وما إلى ذلك. أنا متأكد من أنك من الممكن أنك قد فعلت الكثير من هذه الأشياء، كل هذه التحركات تنبع من انعدام الأمن، يمكن للمرأة أن ترى ذلك بوضوح. إذا كنت على علاقة بفتاة ويبدو أنها تغازل شبابا آخرين أو تقترب منهم كثيرا، فيمكنك أن تخبرها بصوت حازم أنك لا تحب هذا السلوك، واطلب منها إجراء تغيير. إذا كانت معجبة بك حقا، ستحترمك لكونك صريح، وستغير هذا السلوك، أما إذا استمرت في فعل ما كانت تفعله، فهذا يعني أنها لا تقدرك حقا أو أن لديها أشياء أخرى أهم. في هذه الحالة، فإن الأمر متروك لك، ولكن يتعين عليك إعادة النظر بجدية في هذه العلاقة. حسن الطريقة الثانية للرد على فخ الغيرة، التي يجب عليك استخدامها بنسبة 99% من الوقت، خاصة إذا لم تكونا في علاقة مع بعضكما البعض، هي اللامبالاة. وكما تتذكر، فإن هذا يعني أن تظهر للمرأة أنك غير منزعج مما تقوله أو ما تفعله، لذا إذا كانت تخبرك عن أشخاص آخرين أو تغازلهم، فاترك الأمر واستمر في فعل ما تريده. تحدث معها وغازلها أيا كان، استمر بالتقدم، لا تقلق بشأن الرجال الآخرين، سيظهر لها ذلك أنك غير منزعج من المنافسة، ويثبت أنك رجل ذو قيمة عالية، ويتمتع بثقة قوية. رابعا، اختبار التطابق. في كل الأحوال، تريد المرأة أن تكون مع رجل يتمتع بالنزاهة، رجل تتطابق أقواله مع أفعاله. لا تريد المرأة أن تكون مع الرجل الذي يقول إنه سيفعل شيئا، ثم لا يفعله أبدا، هذا غير جذاب للغاية، ويعيدك إلى الوراء أيضا. لذا لا تكن كاذبا، وكن صادقا، لأن ذلك سيكون جذابا لأي امرأة لا أحد يريد أن ينخدع بالانطباعات والألعاب الزائفة، خاصة عندما تكون المرأة حريصة على أن تكون في مكان عالي بالنسبة لها. إنك لو استمررت في فعل ذلك، سيعطي دائما انطباعا بأنك لست على قدر من المسؤولية، وأن كلامك ليس له معنى، وحينها سيضعك هذا في موقف ضعف للأبد. في الختام من المهم أن ندرك أن النساء لا يختبرن الرجال بدافع الأذى، بل لمعرفة مدى ثبات شخصيتك وقوتها، قد تعكس هذه الاختبارات رغبة المرأة في التأكد من أنك ستبقى قويا وموثوقا في العلاقة. يتحتم عليك التفكير في هذه الاختبارات كفرص لتأكيد احترامك لذاتك، بدلا من اعتقادك بأنها محاولات للسيطرة أو السيطرة عليك. إن رأيت تفاعلكم مع هذا الفيديو، سأعطيكم معلومات أخرى. وإذا استمتعتم بالمحتوى ووجدتم النصائح مفيدة، لا تترددوا في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المميز والتوجيهات المفيدة. ولا تنسوا أن تتركوا لي في التعليق أرائكم حول هذا الموضوع. أضيفوا لنا معلومات أخرى إن كنتم تعرفونها ليستفيد الجميع بإذن الله. كل المعلومات المتعلقة بالقناة تجدون رابطها دائما في صندوق الوصف وفي أول تعليق. نحن نقدر دعمكم وتفاعلكم ونتطلع للقائكم في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم وداعا. شكرا لكم وداعا. ترجمة نانسي قنقر